تضارب في التصريحات حول وصول شحنة أسلحة أمريكية متطورة مخصصة لتسليح أبناء العشائر في الأنبار لمواجهة تنظيم داعش الذي بات يشكل الخطر الأكبر في المحافظة تصريحات للسفير الأمريكي في بغداد استيور جونز ذكر فيها أنه أبلغ الحكومة المحلية في الأنبار قبل يومين بوصول الأسلحة إلى العراق وأنه سيتم نقلها إلى معسكر الحبانية جنوب الرمادي وتوزيعها بإشراف أمريكي مباشر من جهتها ذكرت مصادر عراقية أن الشحنة وصلت بالفعل إلى بغداد منتصف أبريل وسلمت إلى مخازن وزارة الدفاع وأن الترتيبات تجري الآن من محافظ الأنبار ومساعده لإيصالها إلى الحبانية بالتنسيق مع الحكومة المركزية والسفارة الأمريكية غير أن رئيس مجلس محافظة الأنبار وفي تصريحات للعربية نفى الأمر تماما لن تصل لحد الآن أي أسلحة إلى وزارة الدفاع العراقية وإنما مجرد تكهنات بوصول أسلحة لأن اليوم الجانب الأمريكي قال خلال ثلاثة أشهر سوف أستطيع توفير الأسلحة تضارب يعكس مدى الخلاف الموجود على الساحة العراقية بالتعامل الأمريكي المباشر مع مكونات عراقية بعيدا عن الحكومة المركزية في بغداد خلاف انتقل إلى قبة البرلمان العراقية حيث صوت النواب عن قرار اعتبر الخطوة تدخلا سافرا في الشان العراقية وخرقا للقوانين والأعراف الدولية ونقضا للتزام واشنطن في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله غير أن البرلمان العراقية أقر بضرورة التزام الحكومة العراقية بتوفير الأسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة داعش وتحرير جميع الأراضي العراقية عماد الدين همام العربية